بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضرة سنشرح النوع الثاني من أنواع الكتابة وهو البحث وموضوع البحث سنشرحه إن شاء الله تعالى في ثلاث حلقات هذه الحلقة الأولى وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنشرح تعريف البحث وسنتعرف على خطوات كتابة البحث وسنتعرف على دعائم البحث الناجح إن شاء الله تعالى في هذه اللوحة تعريف البحث هو تقرير واف يقدمه باحث عن عمل تعهده وأتم تعهده وأتم يشمل جميع مراحل الدراسة منذ أن كانت فكرة حتى صارت نتائج مدونة مرتبة مؤيدة بالحجج والبراهين وهذا يعني أن البحث العلمي له بداية وله نهاية فبداية البحث العلمي هي الشعور بوجود مشكلة علمية ونهايته هي الوصول إلى النتائج وما بين الشعور بالمشكلة والوصول إلى النتائج هناك مراحل كثيرة يمر بها العمل منذ أن كان مشكلة شعر بها الباحث إلى أن أصبح نتائج توصل إليها الباحث هناك مسيرة طويلة من العمل هذه المسيرة من بدايتها إلى نهايتها تسمى البحث تسمى البحث إذن البحث هو جميع الخطوات التي تبدأ بالشعور بالمشكلة وتنتهي بالوصول إلى النتائج الخطوات التي بين المشكلة والنتائج تسمى خطوات كتابة البحث العلمي وسوف نتعرف على هذه الخطوات الآن بشكل إجمالي لأن سنخص كل خطوة من هذه الخطوات بحديث مستقل إن شاء الله تعالى لذلك لا بد في كتابة كل بحث علمي من المرور بالخطوات الآتية اختيار موضوع البحث اعداد خطة للبحث جمع مصادر البحث ومراجعه جمع المادة العلمية وترتيبها صياغة البحث وهذه الصياغة تتم في مرحلتين مرحلة المسودة ومرحلة المبيضة ثم بعد ذلك المراجعة والتدقيق ثم بعد ذلك الإخراج النهائي اختيار موضوع البحث سيكون عند الشعور بالمشكلة وإخراج البحث النهائي سيقدم البحث كاملا موصولا بالنتائج التي توصل البحث إليها خلال مسيرته مرورا بهذه الخطوات الإجمالية كل خطوة من هذه الخطوات سنخصها بحديث مستقل إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة ولكن نريد أن نتحدث في هذه اللوحة عن أهم دعائم البحث الناجح كيف يكون البحث العلمي بحثا ناجحا سواء كان هذا البحث بحث تخرج في الجامعة أو كان بحث للحصول على درجة الماجستير أو كان بحثا للحصول على درجة الدكتوراه أو كان بحثا في غير هذه المراحل الثلاث أو بعد الحصول على الدكتوراه أو في أثناء الدراسة في مرحلة البكالوريوس كيف يكون البحث ناجحا وما أهم دعائم البحث الناجح وهذا يذكرنا بدرس سابق وهو الدرس الذي تحدثنا فيه عن الشروط الموضوعية للكتابة لأننا سنجد أن نكرر هنا ما قلناه هناك مع شيء من التفصيل في بعض الجزئيات الخاصة بالبحث العلمي فنجد سعة الطلاع الباحث من أهم دعائم البحث الناجح وقد كنا ذكرناها في شروط الكتابة العلمية والأدبية عامة الدقة والأمانة العلمية وهذه مهمة جدا في جميع أنواع الكتابة وفي البحث العلمي خاصة لأنه لا بد أن يكون الباحث أمينا يقدم الأفكار ويقدم المشاكل ويقدم التحليلات ويقدم النتائج بكل موضوعية وأمانة بعيدا عن التعصب وبعيدا عن الانحياز لا بد أن يكون لديه ملكة في تذوق النصوص حتى يستطيع أن يفهم النصوص التي يستند إليها أو ينقلها أو يستدل بها فهما عميقا لأن مسألة الذوق مسألة الذوق في البحث العلمي من أهم الدعائم لإنجاح البحث القدرة على النقد والاستنباط وتدعيم الآراء بالأدلة والبراهين القدرة على النقد والاستنباط لأنك لا تستطيع أن تصل إلى نتائج إلا حين تستطيع أن تكون ناقدا موصفا وناقدا موضوعيا يستطيع أن ينقض الأفكار وأن يستنبط منها نتائج جديدة ثم يدعم هذه النتائج التي ستصبح فيما بعد آراء يقدمها الباحث في بحثه لا بد أن يدعمها بالأدلة والبراهين حتى يقتنع القارئ بصحة هذه الآراء ودقتها البحث كما قلنا هو مسيرة طويلة بين الشعور بالمشكلة والوصول إلى النتائج وهذه المسيرة الطويلة فيها معاناة كبيرة جدا لذلك لا بد أن يتحلى الباحث العلمي بالصبر ولا بد أن تكون لديه الرغبة في البحث العلمي لأن طريق البحث العلمي هو طريق محفوف بالصعوبات المتتالية لذلك لا يقهر الصعوبات إلا الرغبة الصادقة والصبر الثابت بعد ذلك إتقان قواعد الكتابة والتحرير لأنه يحتاج إلى التعبير عن أفكاره التي يصل إليها والنتائج التي يصل إليها هو في الأخير سيقدمها للناس مكتوبة لذلك لا بد أن يتقن قواعد الكتابة والتحرير إذن نحن في هذا الدرس عرفنا البحث العلمي وعرفنا الخطوات الإجمالية لكتابة البحث العلمي وتعرفنا على أهم دعائم البحث الناجح وبقي لنا في هذا الموضوع حلقتان قادمتان إن شاء الله تعالى نلتقي